نحكيه اليوم على الراقيصة نرمين سفر شكون ما يعرفش نرمين سفر في تونس وحتى الأشقاء في الجزائر والمغرب يعرفوها يسمعوا بيها كنا حكين عليها برشة مرات نرمين سفر راقيصة فنانة استعراضية وفي كل كونفينما يعني تعمل جيس تاكية تبدأ تشتح في اللايف وتليقي تفعل كبير برشة وفما عندها جمهورها اللي حب يتبعها فما نس ما تحباش تعتبر اللي تقدم فيه معناها مش حلو لكن فما نس خرين زادا يتبعها يا إما للتفرهيد والضحك وإلا زادا يتبعها باش يتفرجوا في الرقصة متاحة نرمين سفر اليوم تحصلت على جائزة وين أعلنت هيئة جائزة أفريكا ياوث ووردز أنه فما قائمة فيها 100 شخص إفريقي الأكثر تأثير خلال عام 2020 وهيئة الجائزة قالت اللي هي عادة القائمة هذي بالشركة مع أفانس ميديا وقالت اللي تم اختيار الأسماء من 29 دولة على خاطرهم ساهموا ومساهمتهم كانت بيرزة معناها ومتميزة في تنمية أفريقيا في مختلف المجالات وتم اختيار الفنانة الاستعراضية تونسية نرمين ناسفر من بين الشبين الأكثر تأثير في القارة الأفريقية في مجال الرقص وكل مجاله عنده الفوائد متاعه وكل مجاله عنده المتابعين نامتاعه دونك هي من بين مئة شخص في أفريقيا عندهم أكثر تأثير على الناس سنة 2020 نظر لأنه كيف تحل الفيديو لايف يتفرجوا فيه يوصلوا بالألاف عشرات الألاف مش بالألاف يوصلوا عشرات الألاف يبدوا يتفرجوا في نرمين سفر